أخر شي رح يتم الحديث عنه اللي هو الإرشادات المستخدمة في أثناء القيام بعملية الخياطة أولاً الإطلاع على كتاب الإرشادات الخاص بالشركة المصنعة للماكنة لأنه في بعض الماكينات لها تعامل خاص فيجب الإطلاع عليها كأي جهاز قهربائي يتم استخدامه أو شراءه بشكل جديد لأول مرة ثانياً تأكد بأن ارتفاع ماكنة الخياطة مناسب للمقعد الذي نجلس عليه ثالثاً مراعاة الجلسة الصحيحة في أثناء الخياطة لأنه دائماً الخياطة بتاخد وقت كتير طويل فأنا ما بدي يتعرض الظهري أو الساقين لوضعية غير مناسبة قد يتم إيذائي على المدى البعيد وضع الماكنة قرب مصدر التيار الكهربائي في أثناء الاستخدام ما بدي أحطها بعيدة عن مصدر التيار الكهربائي لأنه موصولة بالكهرباء التأكد من أن إنارة المكان كافية ودائماً أي ماكنة بيكون لها مصدر لا الإنارة فأبدي أستخدم مصدر الموجود وإنارة المكان برضو تكون كافية عشان ما يصير في جهد على العينين تجهيز المواد والأدوات لأنه بستخدمها في الخياطة من أقمشة من إبار من خيوط بتكون قريبة علي التأكد من فصل التيار الكهربائي في أثناء تمرير الخيط عشان ما يصير في عندي أي أذى لا سمح الله تحركة الماكنة بشكل خاطئ التأكد أن الأصابع بعيدة عن مكان حركة الإبارة في أثناء تمرير القماش وتشغيل الماكنة وفي حال حدوث أي عطل وحاجة الماكنة للصيانة الاتصال بفني واستخدام الزيت الخاص بالماكنة لتزييدها حسب الإرشادات الواردة في دليل الاستخدام من حكينا عنه ووضع قطعة قماش تحت القدم الضغطة وجعل الإبارة داخل القماش بعد سحب الخيط العلوي والسفلي معا للخلف فضل التيار الكهربائي وتغطية ماكنة الخياطة بالغطاء الخاص وعدم وحتى سلك الكهربائي وضعه في المكان الخاص بعد الانتهاء من العمل وحفظ الماكنة مغطاة بغطائها زي ما حكينا في مكان مناسب ويعطيكم ألف عافية